بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معاكم دكتور محمود حسين عشان نكمل القرص الخاص بالصائل للمستوى العاشر من قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد النهاردة هنبتدي في شابتر جديد اللي هو شابتر 3 اللي هو الهيدروليك بروبيرتسوف صائل أو الخواص الهيدروليكية بتاعت الصائل ودي هنتكلم على part 1 النهاردة اللي هو الجزء الأول هنتكلم water in soil أو الماء اللي موجودة في الطربة عملا ايه بالزبط applications of water movement in soil هنشوف التطبيقات تاعت حركة الماء في الصائل وآخر حاجة هنتكلم على أنواع الماء اللي موجودة في الصائل أول حاجة هنتعرض لها في الهيدروليك بروبيرتسوف بتاعت الصائل اللي هي application of water movement in the soil أو تطبيقات تاعت حركة الماء في الصائل بمعنى أنت بتدرس الماء اللي موجودة في الصائل أو حركتها اللي موجودة في الصائل ليه وإيه اللي تطبيقات اللي ممكن تستخدمها أو تستخدم الووتر movement in the soil فيها فبنتكلم أول حاجة calculation of seapage under concrete dam and throw the earth dam طبعاً زي ما انتعارف ال concrete dam بيبقى مصنوع من الخرصانة وبيبتدي يجمع الماء عند الجزء دوت فبنلاقي إن الماء ممكن تبتدي يحصل لها سيبيج أو تسرب تحت الخزان بتاع الخرصانة أما لو بتتكلم على الخزان أو السد الترابي فتلاقي إن الماء بتاعته ممكن تمشي خلال مين؟ تمشي خلال الخزان نفسه فدراسة السيبيج ديت يعني برضك مع حركة soil تعتبر حركة ماء في خلال الصائل ثاني حاجة هنتكلم على check stability of water structure يعني المنشأ ده أو المنشأ دوت نتيجة الحركة اللي قدامك ديت لازم أدرس الثبات بتاعها أنا ماشي خزنت المية وما صربتش مية لكن مشكلة إنه هو unstable فهندرسها نتيجة حركة المية خلال الصائل ثالث حاجة estimation of uplift under hydraulic structure لما الماء بتاعتي بتمشي بالشكل اللي انت شايفه دوت ممكن تعمل إيه؟ بتعمل uplift هنا على القاع بتاع السد فانعايز أحسب قيمة ال uplift دي ازاي نتيجة سريان المية وآخر نقطة هنتكلم فيها هي calculation of settlement حساب الهبوط للطرب اللي هي المغمورة تحت المية اللي هو بيبقى ال consolidation طيب أول حاجة لازم يعني توصل لدماغك إيه هي أنواع المية اللي موجودة في الصائل هي مية واحدة يعني هي المية في الآخر H2O لكن أنواعها إيه؟ المقصود بكلمة أنواع المية في الصائل ارتباط المية بالصائل إيه بالضبط فهم عبارة عن دي عن أربع أنواع عندي أربع أنواع من المية في الصائل فيه structure water أو المية الإنشائية ودي تعتبر إيه؟ chemical combined with crystal structure of the soil minerals يعني إيه؟ يعني معادن الطربة نفسها بتبقى متحدة مع مية اتحاد كيميائي وده الاتحاد الكيميائي ده صعب أننا أفك المية دي من الصائل نفسها and we cannot أو it cannot be removed unless the structure is broken لازم الهيكل نفسه بتاع المعدن يكسر عشان أبتدي أتخلص من المية دي فدي صعب جدا إحنا نتخلص منها تاني حاجة ground water أو المياه الأرضية والمياه الأرضية ديت عبارة عن المية أو it is water which fills the voids of soil والrocks والfishers and it's freely to move under the influence of gravity يعني إيه؟ يعني إنت لو عندك ده سطح الأرض كويس؟ وهنا الديتا كان هنا ده منسوب ground water table لاحظ أن إنت لو فيه مية هنا كتير أو مطرة حصلت هنا هو ممكن ground water table ألاقيه ماله؟ يطلع للفوق كده أو لو نفس المية ديت أهيت؟ سيادتك حفرت هنا هوت وبدأت تشيل المية ديت عن طريق البامبس فتلاقي المنسوب ماله بينزل بينزل أو بيطلع تحت تأثير الإيه؟ الجرافتي بتاعة الأرض النوع الثالث من المية اللي هي hydration and absorbed water أو المية الممتصة يعني مية التربة نفسها تمتصة this is a part of water which is a soil particles freely absorbed from the atmosphere يعني التربة نفسها تمتصها مش بقى موجودة نتيجة المطر أو خلافه لا ده التربة تمتصها من الأتنوسفير by a physical force of attractions يعني القوة الجذب الفيزيائية بتاعة التربة نفسها يعني التربة بتمتص بتمتص مية من الأتنوسفير آخر نوع اللي هو capillary water أو المياه الخاصية الشعرية this water rises in the soil due to the capillary يعني إيه؟ يعني إنت لو أنت عندك سطح الأرض كده وعندك هنا ديت عبارة عن حبيبات الصويل ودي الفويدز ودي ground water table أو منسوب المية اللي بيطلع وبينزل اللي بيحصل؟ الفراغات دي ما بينها ما يوم بعض بتعمل أنبيب شعرية فالمية تبتدي إيه؟ تطلع في الأنبيب الشعرية دي فالمية دي بيسموها الإيه؟ capillary water دولة الأربع أنواع بتوع المية في الصويل شكرا